أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مادة تحليل البيئة الوحطة الرابعة الملوسات الطبية Medical Pollutants ونواصل تسجيل مقاطع لشرح محطوية هذه الوحطة واليوم نتناول في هذا المقطع تلوث المياه والتربة بالبكتيريا والفيروسات Water and Soil Bacterial and Viral Pollution التلوث في الماء براز المريض الملوس ومياه الصرف الصحي تحمل عدات هائلة من الفيروسات البكتيريا بما يؤدي إلى تلوث البيئة وتلوث الماء يعتبر المصدر الرئيسي لتلوث البيئة المحيطة بالإنسان يعتبر مصدر رئيسي يعتبر مصدر رئيسي لأحد المصدر الرئيسي لتلوث البيئة المحيطة بالإنسان التلوث في التربة بيرشال الأطفال التصغ في التربة وخاصة التربة الطينية خاصة التربة الطينية هناك بكتيريا تنتقل عدواها عن طريق تلويسها للطعام هناك طبعا بعض البكتيريا مفيدة مثل تركة التي تثبت النيتروجين في التربة ولكن هناك أنواع خطيرة جدا مثل الباسيلس التي تسبب الجمراء الخبيثة ومثل البروسيلا التي تسبب الحمى المتحوجة وطرق تلويس التربة بالفيروسات توقف الدراسات في هذا الاتجاه منذ الخمسينات وذلك لسهولة إضعاف الفيروس وعزله إذا كان في التربة ولقد تم عزل الفيروسات من التربة المعقمة ما بين 6 إلى 7 أيام وأيضا في التربة الغير معقمة ما تم عزل الفيروسات من 2 إلى 13 ويكس أسبوع بين 2 إلى 13 ويكس وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع ونواصل الشرح في مقاطع قادمة إن شاء الله